صفحة الموقف المصري بتنشر تقرير مهم جدا في معلومات خلينا نقول إنها خطيرة بتمس رئيس الدولة عبدالفتاح سعيد خليل السيسي وبتمس الحقيقة أخو وبتمس بنت أخو وبتمس جزء بنت أخو عشان المضوع عائلي يعني إحنا أجماعة إحنا عيلة مع بعضين إحنا أسرة مع بعضينا بصوت خالد الصوي في البشا تلميس فعبدالفتاح السيسي بيتعامل مع مصر إن هي بتاعته بتاعته هو وإخواته وولاده وولادهم وإجوازهم وأرايبهم وعرف إن إحنا أسرة مع بعضينا وفيه إزباس مع مصر بندورها طالما إن الجيش معفم الدرايب طالما الجيش واخد حقه تلت ومتلت طالما بناخد العيال الصغيرة نوقفهم دي أحداد ونفرجهم على حلم الشهيد فإحنا أمرنا طيبة فإحنا كويسين إيه الحكاية؟ موقف أو صفحة الموقف المصري بتتكلم على أخو عبدالفتاح السيسي ومجموعة الصافي تستاؤلات مشروعة بتتكلم على مجموعة من التفاصيل تعالوا نستعرضها مع بعض في هذا الاستعراض المعلوماتي عن مين هو محمد الصافي وهبة وإيه هي الحكاية بتاعة هذه الشركة دي العيلة بتاعة الصافي وهبة السيسي والراجل أهو أخوه وبنته وجوز بنته ومجموعة الصافي والكلام ده كلها إيه الموضوع؟ في أغسطس 2018 كان هناك زفاف أسطوري لبنت أخو عبدالفتاح السيسي بحضور كبار رجال الدولة العريس كان محمد صافي ابن رجل الأعمال صافي وهبة صاحب مجموعة الصافي العروسة هي مريم بنت المستشار أحمد السيسي أخو فخامة الرئيس المشير القائد الركنة عبدالفتاح السيسي الحقيقة أن التاريخ ده أغسطس 2018 اعتبر نقطة تحول تاريخية وحدث استثنائي في حياة وفي تاريخ مجموعة الصافي الاستثمارية المجموعة دي تأسست سنة 1986 على يد صافي وهبة نطاق عملها التوزيع والتجارة والإلكترونيات واستيراد موبايلات وأجهزة من الصين يا مجموعة استثمارية لطيفة جدا وحلوة جدا ودماء خفيف طيب إيه اللي حصل بعد أغسطس 2018 نشوف يا جماعة اللي حصل بعد ده بعد النسب بعائلة السيسي دخلت المجموعة دي في شراكات كبرى تعال بقى شوف معايا الدولة الجميلة اللي بيرقصها عفتاح السيسي عفتاح سعيد خليل السيسي واخوه المستشار وجوز بنته إيه بقى اللي حصل بعد ما الراجل ده الراجل ده تجوز بنت أخو السيسي شوف يا سيدي دخلوا في شراكة مع سودك دي الشراكة الأخيرة في الأيام اللي فاتت أحد أكبر الشركات العقارية في مصر إش معنى جوز بنت أخو السيسي يدخل في شراكة مع سودك؟ هل هو أحسن واحد؟ أنا أسيب لكوا الإجابة أنا مش هجاوب طيب سودك مملوكة حاليا لمجموعة الدار العقارية الإماراتية اللي هي منتشرة في مصر بشكل كبير جدا أعلنت عن مشروع جديد في الساحل الشمالي وإرادات المشروع المتوقعة حوالي 80 مليار جنيه على 11 سنة بموجب الشراكة سودك هتدي 27% من الإرادات للصافي إيه جماعة الشطار في الحساب أرجوكوا احسبوها أنتو 80 مليار جنيه على 11 سنة 27% من 80 مليار دول تقريبا هيروحوا لجوز بنت أخو عبد الفتاح السيسي اللي هو راجل أصامي اللي هو راجل مجتهد جدا اللي هو الراجل أكفأ من يحصل على هذا العقد مع سودك الإماراتية اللي هم حلافاء عبد الفتاح السيسي الموضوع يا جماعة مالوش علاقة بالوسطة مالوش علاقة بأخو السيسي أبدا احنا مش جايين نتهم الناس ولا نرمي الناس بالباطل حاشا احنا بنقول بس بعض المعلومات وانتو قولوا الحكم بتاعكم في الأخ نكمل بقول لك ربح صافي وهبة حوالي 21 و 16 مليار جنيه الزملاء عارفين ان انا ضعيف في الحساب فحسبوها الحمد لله لكن بقول لك ان ده مش مكسب الصافي اللي هو قريب بالسيسي اللي هو جوز بنت أخو عبد الفتاح السيسي في 2019 محمد صافي وهبة تم تعيينه رئيسا للجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكويتي في 2020 كانت الصافي هي المورد الحصري لصفقة تابلت المدارس نقف هنا شوية معلش ليه ليه يا جماعة اشمعنا شركة الصافي اللي ابن صاحبها متجوز بنت أخو عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اشمعنا هي اللي تورد التابلت للمدارس يعني هل عجزت شركات التابلت والآي تي والكمبيوتر انها تورد تابلت حلو للمدارس فما اناش غير الصافي اللي هي ابن صاحبها متجوز بنت أخو عبد الفتاح السيسي معلش لازم اأكد عليكو يعني يعني هل عجزت الشركات انها تلد تابلت من اي حتة الحقيقة مش عارف طيب في 2020 الصافي كانت الموارد الحصري زي ما قلنا تكلفة المشروع كانت حوالي 500 مليون دولار شغل شغل جامد جدا الحقيقة طيب كمان صافي وهبة بعدها كان هو رئيس أصبح رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحلج الأقطان يعني بيزنس عادي جدا 2022 الصافي شاركت مجموعة الغانم الكويتية اللي هم حلفاء عب فتاح الغانم الكويتية دي هي الوكيل الحصري بي ام دابليو في مصر وطبعا ده محد صدفة لأن الصافي شغالين في العربيات من زمان يعني كانوا بيعملوا شوية حاجات معرفش هي ايه فلقوا بتوع الغانم الكويتية فطبعا رسلوهم بالإيميل فالغانم ردوا عليهم بالإيميل فاتفقوا مع بعض وهم الوكيل الحصري بي ام دابليو فدخلوا معهم شرك الموضوع ملوش علاقة أبدا بأن محمد صافي وهبة راح تجاوز بنت أخوة عب فتاح السيسي خالص يا جماعة احنا بس بنحاول نحط البازل جنب بعض يعني 2022 شركة الصافي أسست شركة تطوير عقاري اسمها ايه The Arc طيب حقهم ايه المشكلة المشكلة جاية هي انه شركة The Arc اللي شكلتها الصافي اللي ابن صاحبها متجاوز بنت أخوة عب فتاح السيسي رئيس الجمهورية برقت في بناء مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة ايه العاصمة الإدارية بتاعت السيسي ايوة زي ما بقولك كده العاصمة الإدارية بتاعت السيسي ايوة بالزبط فشركة صافي اللي ابن صاحبها متجاوز بنت أخوة السيسي راح يعمل شركات في العاصمة الإدارية الجديدة بعد ما أنشأ شركة جديدة اسمها The Arc وكانت دي أولى مشاريع الشركة بتكلفة كم؟ 30 مليار جنيه الناس بتحاول تسترزق انت ايه مشكلتك طيب في 2023 نكمل كده لان لسه الحقيقة في 2023 شركة الصافي كفاية ولا أقول كمان اللي ابن صاحبها متجاوز بنت أخوة السيسي استحوذت على 53% من الشركة العربية للفنادق المالكة لفندق هيلتون قيمة الصفقة 4 مليار جنيه هنا سأسكت قليلا مش احتراما ولا تقديرا لا لهذا الشيء ولا للأشياء اللي جنبه لكن الحقيقة اللي بيحصل ده احنا فعلا بنتحول لعزبة بنتحول لتكية كان فيه تاف زمان قوي بنقول يا مصر يا تكية يا وسية مش عارف نهابوك الحرمية ولا سرقوك الحرمية حاجة كده فهو بالضبط ده اللي بيحصل الراجل ده عنده أخ واحد تجوز بنته فدله كل حاجة في البلد فنادق ماشي الشركات في العاصمة القدرية ماشي شركات مع الإمارات ماشي شركات مع الكويت ماشي ايه يا جماعة تابلت للمدارس ماشي اي حاجة ايه يا حبيبي مريم راحت لبابا كلمته وبابا كلم اخوه يا عب فتاح ايوة يا سيادة المستشار مريم محمد بس نفسهم في سبوبة حلوة لقمة حلوة في العاصمة القدرية لقمة ايه ايه لقمة ايه 30 مليار يعملوا يا ابني شركة يا كامل يعملوا له شركة وخلوا يشتغل عندهم صفقة تابلت وحيرانين فيها ايه المدارس نعمل لهم تابلت طب بس معلش الكويت موضوع بيم دابليو هو حابب كده يدي كتف في موضوع الكويت ده والبييم دابليو يلا شركة الغانم روح يا ابني الله محمد لازم يكبر ومريم لازم تبسط مريم بين بنت اخوه عب فتاح السيسي صاحب الوكالة اللي احنا عايشين فيها